هل تعلم ما هي السيارات الأعلى مبيعاً على مستوى العالم بمبيعات تخطط العشر مليون سيارة سنوياً؟ إنها سيارات تويوتا محبوبة الجماهير بالطبع هذا النجاح الذي حققته تلك العلامة التجارية العملاقة لم تصل إليه بين يوم وليلة بل وراءه قصة ملهمة تستحق أن نتعرف عليها الملفت في قصة نجاح تويوتا أنها نتاج حلم الأب وتم تحقيقه على يد الإبن وهو كيشيرو تويودا مؤسس تلك العلامة التجارية الذي ولد عام 1894 بمحافظة تشيزوكا باليابان والده ساكيتشي صاحب اختراع أول نول خشبي للنسيج على مستوى اليابان ومؤسس شركة تويودا أوتوماتيك لوموركس لنسج الأقمشة لنعود بالزمن للوراء قليلاً لنعرف من أين أتت فكرة صناعة سيارات تويودا عندما ضرب الركود الاقتصادي اليابان عام 1910 تعرض مصنع ساكيتشي لعجز مالي دفعه للاستقالة وانتقل إلى الولايات المتحدة لمتابعة آخر تطورات الصناعة وهناك انبهر بصناعة السيارات وصار يحلم بصناعة سيارات يابانية تنتشر في كل أنحاء العالم بعد العودة من تلك الجولة استأنف ساكيتشي العمل في صناعة النسيج وأنشأ شركته الجديدة تويودا سبينينغ أند ويفينغ عام 1918 لصناعة وبيع الملابس في ذلك الوقت وبالتحديد عام 1920 أكمل كيشيرو دراسته الجامعية في الهندسة الميكانيكية بجامعة توكيو وسافر إلى أمريكا لدراسة تصنيع الماكينات وبعد عودة كيشيرو إلى اليابان صار على خطى والده حيث نشأ في عائلة مولعة بالصناعات والابتكارات فعمل مع أبيه في مصنعه وفي عام 1924 توصل ساكيتشي لاختراع النول الآلي للنسيج والذي أحدث ثورة في عالم صناعة الملابس وفي ظل نجاحه لم ينس حلمه القديم فشجع كيشيرو على البدء في تطوير وإنتاج السيارات كان هذا وقتا مثاليا للبدء فقد كانت الحكومة اليابانية حريصة على دعم صناعة السيارات المحلية للتخفيف من احتكار الشركات الأمريكية مثل فورد وشيفرولي للسوق الياباني واستكمالا لدعم ساكيتشي قام ببيع براءة اختراعه لشركة بريطانية وقدم لكيشيرو مليون ين ياباني لصناعة أول سيارة يابانية توفي ساكيتشي عام 1930 ورغم حزن كيشيرو إلا أنه أصر على تحقيق حلم والده فقام بتأسيس قسم لتصنيع السيارات داخل المصنع عام 1933 وقد واجه بعض الصعوبات في إيجاد مهندسين ذوي خبرة كما أن الأمر استغلق ستة أشهر لتصنيع محرك واحد وفي عام 1935 تمكن كيشيرو من إنتاج أول سيارة وكانت من طراز A1 ثم انطلق المصنع في إنتاج سيارات الركاب والشاحنات عام 1937 أسس كيشيرو شركة تويوتا موتور كشركة مستقلة عن المصنع وتم تغيير حرف الدال إلى تاء لسهولة النطق والتمييز بين الشركة والمصنع ثم أنشأ كيشيرو مختبرا بحثيا وأصبح تويوتا حاليا تنفق ما يقرب من 9 مليارات دولار سنويا في البحث والتطوير تصدرت تويوتا السوق الياباني بإنتاج سيارات بتكلفة أقل من منافسها الأجانب واستقال كيشيرو من الشركة عام 1950 بعد أن وضع حجر الأساس وتوفي عام 1952 واستكمل أبنائه مسيرته دخلت تويوتا السوق الأمريكي عام 1955 ومن ثم إلى العالم أجمع وأصبحت ثاني أكبر شركة منتجة للسيارات على مستوى العالم وأشهر موديلاتها وأكثرها مبيعا هي سيارة كورولا، لاند كروزر، كامري وغيرها العديد من الموديلات التي حققت انتشارا واسعا على مستوى العالم اشتركوا في القناة